مجز لهم الأنباء وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة تاعز قادما من العاصمة المؤقتة عدن في أول زيارة له منذ توليه المنصب في إبريل 2022 وسط استقبال شعبي ورسمي وسيعقد العليمي الذي يرافقه عدد من المسؤولين اجتماعات بقيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية للاطلاع على أوضاع المحافظة التي تسيطر عليها مليشة الحوثي على أغلب الطرق المؤدية لها ويتوقع أن يفتتح العليمي عدد من المشاريع الخدمية حيث تتزامن زيارته في ظل تدهور الوضع المعيش والخدمي في المحافظة الأكثر كثافة سكانية في أشياء الصحي أعلنت الأمم المتحدة رصد أكثر من 172 ألف حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وذكرت منظمة اليونسيف الأممية أنه وفقا لوزارة الصحة هناك 668 حالة وفاة مرتبطة بتلك الإصابات مؤكدة الحاجة لدعم إضافي للمرافق الصحية بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة وبيّنت أن هناك مخاوف من تدهور الوضع خلال موسم الأمطار الحالي المستمر في البلاد أقرت نقابات المعلمين في وادي حضرموت تعليق الإضراب في كافة المدارس تغليبا للمصلحة العامة بعد أكثر من سبعة أشهر على استمراره وأشارت لجانو أن المعلم ونقابة المعلمين ولجنة المتعاقدين في بيان مشترك إلى أن رفع الإضراب جاء عقب اجتماعا مع السلطة المحلية والوسطى والاتفاق على العمل على تصحيح وتصويب الخلل في العملية التعليمية وبيّنت أنها ستواصل المطالبة برفع المعاناة عن المعلم عبر الوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني ومطالبة السلطات بصرف التسويات والعلاوات بعد إقرارها دفع حافز شهري يبلغ 25 ألف ريال في أشياء الإنساني قال تقرير أممي أن غالبية الأسرة النازحة في اليمن غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية مؤكدا أن مخاوف عدم الاستقرار وضعف فرص العمل تشكل حواجز كبيرة أمام عودتها إلى ديارها وأوضح تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملايين النازحين يواجهون ظروفا متفاقمة بعد إجرائها استطلاع شمل 47 ألف أسرة بينها 84% من الأسر النازحة لفت إلى أن 85% من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية وغالبا ما تلجأ إلى وجبات أقل تكلفة أو أصغر حجما توقع مركز التنبؤات الجوية استمرار هطل أمطار الرعدية غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهولة الساحلية الغربية من صعد شمالا حتى تعز والضالع ولحج جنوبا في الساعات القادمة وأوضح المركز في نشرته الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرص السطحي تشير إلى استمرار تأثير بلادنا بأمطار رعدية أو تأثيرها بأمطار رعدية ورياح شديدة ولفتها إلى احتمال استمرار هطل أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية مصحوبة بالرياح الشديدة على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضبات محافظات المهرة حضر موت شبوة وأبين ومأرب والجوف محذرا من التواجد في بطون الأودية هيتم وجزي للقاء